قال مسؤول بمستشفى في باكستان إن عدد القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في مسجد ارتفع إلى 93 اليوم الثلاثاء وذلك بعد يوم من أحد أكبر الهجمات في البلد المضطرب بجنوب آسيا وقال محمد عاصم المسؤول بالمستشفى إن 87 شخصا قتلوا وأن 57 شخصا يتلقون العلاج مشيرا إلى أن 7 منهم في حالة حريجة اشتركوا في القناة